أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين للنشاط الاقتصادية التي تأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر إليكم أبرز العنوين الوزير الأول عبدالبالك سلال يأمر رسمياً بتطبيق سياسة التقشف ومشاكل المؤسسات الجزائرية طرهن مستقبل المنتوج المحلي وتتابعنا في نشاطنا أيضاً فلاح ولاية الضيض يطالبنا برفع التجميد على برنامج التعم الفلاحي أهلاً بكم من جديد تحصل تلفزيون النهار على نسخة من تعليمة الوزير الأول عبدالبالك سلال القضية بتطبيق سياسة التقشف حيث ستخدع كل مسابقة التوظيف في القطاع العمومي إلى موافقة أولية من طرف الوزير الأول قبل الإعلان عنها كما تم توجيه تعليمات إلى كل الإدارات العمومية للتقليص من الزيارات الرسمية للوفود والمسؤولين إلى الخارج ما عد للضرورة وبالمقابل لن تتكفل خزينة الدولة بمصارف الوفود الأجنبية التي تحل بالجزائر إلى ذلك لا تزال العديد من المؤسسات الاقتصادية بالجزائر تتخبط في مشاكل كثيرة قد ترهن مستقبل المنتوج المحلي المزيد في تقرير أحمد محمودي بالرغم من أن الحديث كثر عن ضرورة تدعيم وتطوير الإنتاج الوطني للخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد مبني على قاعدة صناعية متينة إلا أن وضعية بعض المؤسسات فيما يتعلق بالتدعيم والتأهيل والتمويل لا تعكس هذه النظرية في الواقع المصنع الوطني الواحد العربي والإفريقي على مستوى الوطني على مستوى العربي والمستوى الإفريقي هذا المصنع عن طريق زجاجة ملطوف وقت عمال الشغب في 2011 تم حرق هذا المصنع والحرق كان بنسبة 100% واليوم إلى يومنا هذا السلطات لم تحرك ساكنة لم يكن ضمانات للمستثمر الجزائري مسؤول بعض المؤسسات أكدوا على ضرورة الاهتمام بدعم الشركات المحلية والتي تستطيع لوحدها إخراج الجزائر من تباعيتها لسوق النفط المتقلب والحصول على اقتصاد آمن إذا لم يكن هناك حقاً مستوى الاندوسترية إذا لم يكن هناك حقاً مستوى الاندوسترية وإذا نتحدث عن تباعيتها لسوق النفط المتقلب لا يمكننا أن نفعل من الاندوسترية أو بأن الإلكونومي الألجيريان إن إلكونومي سوليد يمكن أن تقوم بالمتقلب من الاندوسترية أو بأن الإلكونومي المنزل ليبقى المنتج الجزائري يتخبط بين مطرقة المنافسة العالمية الشرسة وسندان عدم الدعم اللازم للنهوض بالقطع نبقى مع ذهب الأسود دائماً حيث سجل سعر برميل النفط اليوم الجمعة ارتفاعاً تجاوز فيه الستين دولار وقد أرجع المتتبعون السبب لنقص الإمدادات الليبية في سوق الذهب الأسود العالمية وذلك بالنظر للإضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا وللتذكير فإن ليبيا عضو في منظمة الأوبك وتعد أحد أكبر الدول المنتجة للنفط في موضوع آخر طلب عشرات الفلاحين بولاية البيض رفع التجميل المفروض على بردامج الدعم الفلاحي والمعطل منذ أكثر من ثلاث سنوات المزيد في تقرير دورد نحمني الفلاحون بمنطقة الرقبة بمدينة الأبيض سيد الشيخ لا زالوا بانتظار تسريع عملية الدعم الفلاحي التي وعدوا بها منذ أكثر من ثلاث سنوات على غيران الفلاحي بن كامو الذي توقف مشروعه الطموح لتربية الأبقار بمنتصف الطريق لغياب الدعم المادي النادوصيات ودفعناهم من الفلاحة القرفة تحت الفلاحة ودهم من الولاية من هالي يمشون الولاية داروا يشتين معقالوانو لازم تكون عندك جوج بقرس البقرس أنا المين جيفهم كل عندي قيبة شريقين معزوك يسيد الناس الوضعية التي ربطها الأمين الوطني للفلاحين بغياب التنسيق بين الفلاحي والإدارة الشيء اللي هو ناقصه لاحظه وهو التنسيق تنسيق ما بالإدارة تنسيق ما بالفلاحين تنسيق ما بالجمعيات مديرية المصالح الفلاحية بولاية البيض أشارت إلى أنها باشرت مؤخرا دراسة ملفات الدعم الفلاحي فلاحين الآن رحمي باشرو بتكون ملفات وكاين هناك تقريب كل خمسة عشر يوم كاين الكوميتي تيكنيك دولايا رهي يفاليدي في الدوشياتهما والحمد لله على كل الناس اللي استفادوا بالمقرارات ورهم ينجزوا في الأبار في الأشجار المثمرة دعم صغار الفلاحين ومتابعتهم ضرورة ملحة للنهوض بقطاع الفلاحة بولاية البيض نختم نشاطنا بأسعار النفط والمعادن بهذا نصل إلى نهاية نشاطنا نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء